برهان نور الأرنوار شيخ الإشراق شهاب الدين الصهر وردي أحد أهم فلسفة ومتصوف الإسلام واشتهر بشيخ الإشراق انطلاقا من مذهبه حكمة الإشراق اللي وضع أركانه في كتاب حمل نفس الإسم المذهب اللي أصبح لاحقا مدرسة فتسافية صوفية متكملة مازالت مزدهرة حتى وقتنا الحالي في الشرق الأقصى الصهر وردي كان كتير الترحال وخالط العلماء والفلسفة وتعلم على إدعى مالقة الصوفية في عصره من أمثال مجد الدين الجيلي وتلمزة ابن سينة إلى أن استقر به الحال في مدينة حلب ببلاد الشام اللي لقى فيها نهايته المأسوية بعد ما صلاح الدين الأيوبي أمر بقتله بسبب إلصاق البعض به تهمة فساد المعتقد وخروجه عن الدين الإسلامي بأراءه الفلسفية لكن دي قصة لمرة تانية الصهر وردي مؤسس الفكر الفلسفة الإشراقي اللي بيدعو للوصول للمعرفة عن طريق الزوق والكشف الروحاني بخلاف توجه الفلسفة العام اللي بيدعو للوصول للحقيقة عن طريق التقصي والتحليل البرهاني لكنه كان ملم بحكمة فلسفة اليونان ومصر وأوائل المتكلمين وفلسفة الإسلام واستخدم النماذج الفلسفية دي لتوضيح غرض فلسفته الإشراقية ومعتقدش أني هكون ببالغ لو ادعيت أنه كان من أكبر الداعين للتأمل الروحاني من بين فلسفة الإسلام الصهر وردي استخدم مفهوم الإشراق بشكل أوسع من مجرد الزوق والكشف وذهب إلى أن الله نور الأنوار ومن نوره خرجت أنوار أخرى هي عماد العالمين المادي والروحي فبيقول الصهر وردي في عمل الخالد حكمة الإشراق إن النور الإبداع الأول فاض عن الأول الذي هو نور الأنوار وتصدر عن النور الإبداع الأول أنوار طويلة سماها القواهر العالية وتصدر عن هذه القواهر أنوار عرضية سماها أرباب الأنواع تدير شؤون العالم الحسي في حكمته الصهر وردي ابتدع عالم وسيط بين العالمين العقلي عالم الإلهيات نور الأنوار والعالم المادي وأطلق عليه عالم البرزخ للأسف العصر اللي نشأ فيه الصهر وردي القرن السادس الهجري أو الثالث عشر الميلادي عصر صراعات سياسية ومذهبية حد وحلقة من سلسلة صراعات بدأت في القرنين الرابع والخامس الهجري مذهبيا حلبت الصراع مازالت دايرة بين أتباع المذهب الأشعري وأتباع المذاهب التأويلية والباطنية من أمثال المعتزلة والفلسفة أو الصراع بين النقل والعقل زي ما أحيانا بيطلق عليه في المرحلة الحساسة دي في التاريخ الإسلامي ومن الناحية السياسية العالم الإسلامي كان موزع ما بين الخلافة العباسية السنية والخلافة الفاطمية الشيعية في الجو المشحون بالصراعات المذهبية والسياسية دي نظر بارتياب إلى أي نوع من الدعوات الباطنية ومن سوق حظ الصهروردي إن حياته انتهت ضحية الصراعات السياسية والمذهبية بصورة مؤلمة ومأساوية على أي حال الصهروردي قدم برهان نور الأنوار كحجة وجودية منطقية على وجود الله كان متأثر فيها جدا ببرهان الصديقين اللي قدموا ابن سيناء برهان الصهروردي واضح فيه جدا حكمته الإشراقية فبالرغم من إنه بيستخدم نفس قواعد المنطق اللي استخدمها ابن سيناء إلا إن برهان نور الأنوار بتضغى عليه مسحة الزوق والكشف الروحاني للعارف الإشراقي الصهروردي بيقول في حكمة الإشراق لا يوجد شيء يقتضي عدم ذاته ولا وجودها وإلا لكان غير موجود بالأصل وإن نور الأنوار موجود وحداني ذات لا يوجد شرط في تقرر ذاته ووجودها وإن كل ما عاداه تابع له وحيث أنه لا شرط ولا ضد فهو إذن غير مبطل ذاته وعليه فإن وجوده صرمدي دائم وإنه قيوم بالذات الصهروردي بيجادل إن سلسلة العلل اللي بتسبب كل الموجودات نور الأنوار الله وحده فقط هو مصدرها هو المستقل وجميع الكائنات الأخرى تابعة والنور بالنسبة للصهروردي مش مجرد ضفق من الطاقة بتتنقل من جسم منير في جميع الجهات بل قدرة على جعل الأشياء الأخرى ظاهرة فكل شيء في حضرة النور يصبح ظاهر لكن لا شيء ينتقل من النور إلى الشيء المنار الشعاع إذن هو العرض أو الأثر المنير في الشيء المنار الصهروردي استخدم قواعد عامة بنا بيها متافيزياء برهان نور الأنوار أهمها قعدة إمكان الأشرف اللي ببساطة معناها أنه لا يمكن أن يوجد شيء بدون علة أشرف وجودا منه والقعدة التانية هي استحالة التسلسل أو التراجع التسلسلي اللي متناهي من العلل المتزمنة فلابد من وقود نهاية للسلسلة عند سبب أول ضروري أبدي دائم واجب بذاته بدون علة بسيط من جميع الجهاد قدراته لا متناهية ولا حد له بالقوة واجب الوجود عند ابن سينة نور الأنوار عند الصهروردي الله في الأديان التوحيدية على أي حال هنرجع نناقش فلسفة الصهروردي الإشراقية بالتفصيل في حلقات سلسلة فلسفة التصوف ترجمة نانسي قنقر